الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه قراءة لأجوزة في نظم رموز الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام الجلال السيطي من نظم على الله محمد حبيب الله ابن ما يأبى الشنقطي الجكاني المالكي المتوفسات 1362 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يضعي أجرى ما نحسن بكل موضعي ثم صلاة منه لا تحد على النبي وآله وبعد صلى الله عليه وسلم فإن رمز الجامع الصغير للحافظ الصيوطي الشهيري يكون بعد ذكر الحديث لأ من قبله كمن حديثا نقلا فقال أخرج الحديث مالك أو البخاري الإمام الناسك وحيث كان عند بعض الطلبة يشكل ما من الرموز جلبه وعند بعض من وعاة العلم إن لم يمارس درسه بالفهم أردت أن أنظمه موضحا لمن نحاه باسمه مصرحا فقلت والله المعين أرجو منه الإعانة فنعم المرجو الخاء للبخاري المزيح للريب إن أخرج في الصحيح أو إن أخرج في الصحيح هو يعني ومسلم له بميم قد يشير ولاتفاق ذي نقاف المستنير ولأبي داود دال في السنن والترمذي رمزه بالتاحسن للنساء نون ولابن ماجة هاء فخذ من نهجه منهاجة والحمز رمز عنده للأربعة وألس وابن ماجة السين ضعه وحمل أحمد كذا في مسنده وعمل نجله لدى زوائده وحمل أحمد كذا في مسنده وعمل نجله لدى زوائده والكاف للحاكم في المستدرك وفي سواه مع بيان قد حكي وللبخاري بخدف الأدب رمز وفي كبير تاريخ حبي رمز الإشارة له بلغ تخ والابن حبان بحب رمز رسخ وأل كبير الطبراني بطب وتصله في الأوسط الذي انتخب وفي الصغير تصوى بالشين يشير لابن أبي شيبة ذي العلم الشهير وعابد الرزاق قد أشار له بعب في جامع له قد عمله ولأبي يعلى كذا في مسنده يشير بالعين لذكر سنده والدار قطني له يشير بقط بكل ما له ينير والدار قطني له يشير بقط بكل ما له ينير للديلمي في مسند الفردوسفر إشارة بذكرها قد اعتبر وحل حلية أبي نعيمي إشارة تزيل كل غيمي والبي هاقي في شعب الإيماني بهبله يشير ذو الإحساني والسنان الكبرى له لها بهق يشير في اصطلاحه الذي اتفق وللعقين في كتاب الضعف بعق يشير في الذي قد صنف والخطي بخطوة حيث أطلق فذاك في التاريخ جا محقق وحيث كان في سواه بيّن أي بعبارة له معين وابن عدي في كتاب الكامل له بعد يشير أبها كامل الحافظ المؤلف المجدد والله ربي المعين أحمد ثم على نبيه أصلي وآله والصحب أهل الفضل صلى الله عليه الصلاة والله وقد رويت الجامعة الصغيرة عن أئمة كانوا على أهدسنا أرفعهم سنذا النبهان محب خير الرسل العذنان صلى الله عليه وسلم صلى عليه ربنا وآله وكل ناسج على منواله عن شيخه السقى إمام الأزهري عن الأمير الأصار المعتبر عن الكبير صاحب الثبت عن علي الصعيد متقن السنن وهو روى عن شيخه عقيلة عن العجيمي أخي الفضيلة وذا عن الشمس الإمام البابلي عن سالم السنهول ذي الفضائل وهو عن العلقم ذي التمكين عن المؤلف جلال الدين وهكذا أروي بما قد سلف جميع ما له الصيوط ألف والحمد لله على اتصال سندنا بالحافظ الجلال ثم صلاة الله باتصال على النبي وآله الأبطال صلى الله عليه وسلم وصحبه يا إمة الحديث من مدح في أحسن الحديث يومنا ندعو كل وناسهم بإمامه اللهم صلي وسلم وبرك على محمد بعض الخلقك ولضا نفسك وزاة عرشك مدى كامتك إليه نجيم كل ضيخين فأنت إلا هنا مولى الجميع وهابل في المدينة المستقر ونزقا ثم دفن البقيع وفي اللي والوالدي والمشايخي والمسلمين آمين شكرا للمشاهدة